موسيقى حمصة مدينة خالية من الارهاب مع خروج الدفعة الاخيرة من مسلحي حي الوعر موسيقى الجيش ينفذ عمليات مركزة ضد الارهابيين في حماوة دير الزور موسيقى موسيقى وجيش النظام التركي يحول ثقناته الى مركز لتدريب الارهابيين موسيقى 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 أصعد الله صباحكم مشاهدنا الكرام أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية مع انتهاء تنفيذ اتفاقي حي الوعر الذي قضى بخروجه مسلحي الرافضين للتسوية تتخلص مدينة حمص من الارهاب وتعود أمنة وخالية من السلاح والمسلحين بأحيائها كفة وكان أكثر من ألف شخص بينهم ثلاثمائة وأربعون مسلحا خرجوا من حي الوعر وذلك في طار الدفعة الأخيرة من المسلحين في الحي والتي يتم مع نهاية تنفيذها إعلان مدينة حمص بالكامل خالية من السلاح والمسلحين وفاد مرسل الإخبارية بأن المحافظة أنجزت خروج المسلحين وبعض عائلاتهم إلى مدينة جرابلوس بريف حلب الشمالي الشرقي حمص حققت إنجاز كبير اليوم بفضل أولا جهود وصمود الأهالي وبفضل جميع من شارك في عملية التسوية والمصالحة للحفاظ على أرواح أولاء الأخوة المدنيين وقبل دقائق غادرت آخر حافلة من المسلحين غادر اليوم 800 من المسلحين مع عائلاتهم بحدود 2000 شخص باتجاه جرابلوس وأدلب ونحن قبل قليل دخلنا إلى حي الوعر ونجد أن هناك ترحيب كبير من أهالي حي الوعر وانتظار بفارغ الصبر أن يكونوا على موعد مع عودة مؤسسات الدولة والقوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي وهي الآن قوى الأمن الداخلي بطريقها إلى المواقع الداخلية ومؤسسات الدولة وقسم شرطة الوعر والقصر العدلي إضافة إلى أن سرية الهندسة تقوم بمهما بالتفتيش عن أي عبوات أو ألغام ربما تركت في مكان ما قد تؤثر في حياة المدنيين نحن نهنئ سوريا ونهنئ أبناء شعبنا وخصوصا في محافظة حمص بهذا الإنجاز العظيم الذي تم برعاية كريمة من السيد الرئيس وبتوجيهات مستمرة من القيادة واليوم الحكومة وافقت على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة الخدمات إلى حي الوعر شركة الاتصالات والكهرباء والمياه وستباشر كما باشرت منذ أربعة أيام في محيط الوعر ستباشر هذه المؤسسات الخدمية أعمالها في حي الوعر اعتبارا من اليوم وأريد أن أؤكد أيضا بأن فرع المخابز والسورية للتجارة ومؤسسات الدولة ذات طابع التدخل الإيجابي ستبدأ من الآن وبعد ساعة بالوصول إلى كل المواقع لتقديم كل الإغاثة لأهالي حي الوعر الذين اختاروا صمودا أن يبقوا في هذا الحي وأن يتحدوا الإرهاب ويعيدوا بناء هذا الحي كما كان من جديد وكان وزير الداخلية اللواء محمد الشعر قد اجتمع قبيل إعلان حيل وعر آمنا وخاليا من المسلحين مع قوى الأمن الداخلي وأكد اللواء الشعر على دور قوى الأمن الداخلي الأساسي بعد دخولهم الحي في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين وتسهيل أعمالهم وحماية المنشآة الحكومية بتمنى لكم أكيد بتمنى لكم التوفيق وبتمنى تقوموا بهذا الأمر بكل شرف ونزاحة وشجاعة وبكل قوة وأيضا بكل توازن وبالحفاظ على هؤلاء الناس لأن هؤلاء أيضا أمانة في عناقبكم وأزبط حيبة الدولة في الشارع ميدانيا الجيش العربي السوري يحقق إنجازات متتالية في حماوة دير الزور مكبدا للإرهابيين خسيرة كبيرة في الأرواح والعاتد تفاصيل المشهد الميداني في التقرير التالي عمليات تخضها وحدات الجيش العربي السوري على أكثر من محور تلحق بالإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد على محور ريف حمص الشرقي أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قضت على عدد من إرهابي تنظيم داعش ودمرت آليات لهم مزودة برشاشات في المشيرف الجنوبية ومحمية التليلة وعلى اتجاه آراك بريفي حمص الشرقي في دير الزور دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش الإرهابي في المدينة ومحيطها فقد قضت وحدة من الجيش في عملية نوعية على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين على طريق المالحة في الأطراف الجنوبية لدير الزور مدفعية الجيش العربي السوري ركزت رماياتها النارية على بؤر وتحركات إرهابي داعش في مناطق المقابر والمكبات ومعامل البلوك ومحيط المطار وغرب تلة الصنوف وفي حيي العمال والمطار القديم الرمايات وأصفرت عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير تحصينات وذخيرة لداعش في مناطق الاشتباك بدير الزور معسكرة جديدة للمجموعات الإرهابية تحت إشراف ورعاية الجيش التركي ورعاية نظام أنقر للإرهاب تأخذ طبعا رسميا بعد التعديلات الدستورية أسامة شعود نظام أردوغان لم يعد يخفي دعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا حيث وصلت به الحال لدرجة المفاخرة بهذا الأمر أعلننا وكالة أنباء الأنضول الرسمية الناطقة باسم نظام أنقرة نقلت عن مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي أقام مؤخرا معسكرات تدريبية جديدة بالقرب من الحدود مع سوريا لتدريب عناصر المجموعات الإرهابية المصادر أشارت إلى أن التدريب يشمل استخدام مختلف أنواع الأسلحة بإشراف مباشر من ضباط القوات الخاصة في الجيش التركي إضافة إلى تقديم شتى أنواع الدعم لتلك العناصر بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر الإرهابية وقبل أسابيع قليلة انتشر أيضا على مواقع الصحف التركية مقاطع فيديو تظهر قيام الشرطة التركية بتحويل مبنى كليات الشرطة في مدينة سيواسة إلى مقر خاص لتدريب مئات العناصر الإرهابية التي سيتم إرسالها لاحقا إلى الداخل السوري ازدياد الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة بشكل مضطرد وتحت غطاء رسمية يعتبر بحسب معارضين أتراك من أبرز نتائج دستورية التي أطلقت يد أردوغان في دعم الإرهاب بلا رقيب أو حسيب حتى من قبل المعارضة تحت قبة البرلمان وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل منشأة جبرملة لتربية الأبقار وإنشاء معمل ألبان ومعمل أعلاف ومخمر حيوي بريف حما وذلك بتكلفة مليار وخمسمائة مليون ليرة كما وجه المهندس خميس بإعداد مذكرة تتضمن إحداث المناطق الحرفية والصناعية والمشاريع التنموية التي تحتاجها منطقة الغاب هذا وقد كرم خميس مائتي أسرى من أسر الشهداء من أهالي ناحية سلحب والقرى التابعة لها تفاصيل أوفا في التقرير التالي في اليوم الثاني لجولة الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حما وضع رئيس المجلس حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل منشأة جبرملة لتربية الأبقار وإنشاء معمل ألبان ومعمل أعلاف ومخمر حيوي بريف حما بكلفة مليار وخمسمائة مليون ليرة اليوم نص الحكومة موجودة في محافظة حما مع القائمين على المحافظة من السلطة التنفيذية هذا يعني أن الحكومة كلها بشكل كامل كل ما يعني المحافظة القادمة المهندس عماد خميس أكد أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات الجمركية مع أرض مجانا لأي صناعي يرغب في إقامة منشأة صناعية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة حما شريطة المباشرة بتأسيسها فورا كما وجه المهندس خميس خلال لقائه فعاليات شعبية ورسمية في منطقة سقيلبية بمحافظة حما بإعداد مذكرة تتضمن إحداث المناطق الحرفية والصناعية والمشاريع التنموية التي تحتاجها منطقة الغاب وتشكيل لجنة فنية لدراسة واقع إنشاء السدات المائية في المنطقة أتمنى تملأنا القائمين على المنطقة هنا في عنا الشعب الحزبية في مكتب خاص وعنا أيضا مجلس المدينة في مكتب طلبنا نحن بالأيام الأخيرة بكتاب رسمي أنه يخصص في كل وحدة إدارية عدد من الموظفين لمتابعة الإجراءات الإدارية لذوي الشهداء والتكامل معرفقنا بفرع الحزب أو الشعبية الحزب بالمنطقة لتأمين كل المطلبات لذوي الشهداء بشكل كامل وخلال لقائه المرجعيات الدينية بمحافظة حما في مدينة سلحب أشار المهندس خميس إلى أن أعداء سوريا سعوا إلى دس الفتنة بين أبنائها إلا أن الصمود الأسطوري للشعب السوري أسقط كل مخططاتهم مؤكدا أن سوريا ستبقى عنوانا للعيش المشترك كما كرم المهندس خميس في المركز الثقافي بمدينة سلحب مئتي أسرة من أسر الشهداء واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا إلى أنه تم تخصيص مكتب لكل وحدة إدارية بناحية سلحب لمتابعة أمور ذوي الشهداء واتخاذ كل الأجراءات للحصول على مستحقاتهم أنا عندي شاهدين واثنين ما أجهج اسمانهم فيه مسلام وهي رقم هاتف خلاص مشي تقربين يا سيدي نحن أربع عساكة بجيش عالي بالسوري وعند أخم قول صلاة أبعصني بس بدمنها بالله بشان وخلال لقائه الوفد الوزاري المرافق الفعاليات الشعبية والحزبية والإدارية وعددا من أعضاء مجلس الشعب في منطقة الغاب وجه رئيس الحكومة المعنيين في الوحدات الإدارية بإعداد خطط وبرامج تنموية محلية تؤمن فرص عمل للأهالي المطالب التي طلبها أهلنا في منطقة الغاب تم تلبيتها لكافة المحاصيل ومنها محصول الشواندر تمت الموافقة على التمويل من المصرف الزراعي الدفع النقدية السعر بفترة التسويق العقود المسبقة أي أن كافة مطاريب الأخوة الفلاحين لبيت وبشكل كامل منطقة الغاب بشكل عام هناك خمس سدود رئيسية للأسف سدود أغلب خارج السيطرة وهي تؤمن أيضا وارد مائي جيد في حال إن شاء الله تم تحرير هذه المناطق طرح في هذا المجلس الكريم أربع مواضيع الموضوع الأول إنهاء التشابكات المالية مع الوحدة الإدارية في حقيقة لدينا ديون على بلدية السقيلبية 18 مليون ليرا سوري وجهت مدير عام شركة كهرباء حما من أجل إنهاء هذه التشابكات الموضوع الثاني تأمين محاولة كهربائية للمنطقة الحرفية في السقيلبية سيادة الرئيس المركز تحوي المبني ويجزب فقط محاولة وتجهيزات فنية ومتممات الكلفة المالية حوالي 10 مليون ليرا سوري كل الوحدات الإدارية يعدوا مذكرات ويكونوا شاطرين فيها بحيث يركزوا على المشاريع التنموية اللي بتأمن إيراد وتعزز موقف البلدية مثل المشروع اللي انطرح بإنشاء قبان لتأمين الرواتف علما أنه معمم على كل الوحدات الإدارية منذ اليوم الأول لتشكيل حكومي على أن كل الوحدات الإدارية مطلوب منها إعادة النظر بالاستثمارات القائمة وأنا بعرف في لجنة مشكلة بالمحافظة تجتمع إسبوعيا بمشاركة النائب العام وإضافة إلى البحث عن استثمارات جديدة طرح بشكل متعدد بإقامة المناطق الصناعية وهذا طرح هام جدا وأوضح سيد وزير الدار المحلي سيتم التنسيق والمتابعة لإقامة مناطق صناعي في أي تجمع وقرب أي مكان لأنه هذه من الأمور الهامة وتهم أولاد المنطقة بشكل أساسي وتؤمن فرص عمل وتؤمن مستلزمة كان لدينا شبكة هامة من الطرق في حماة وأنا أوحيي الخدمات الفنية في حماة فعلا تاريخيا ومحافظة حماة على أن الطرق في حماة كانت من أفضل الطرق لكن نتيجة الحرب الإرهابية على سوريا كان هناك صعوبة لدى الوحدات الإدارية والإدارة المحلية بشكل عام لتأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة الطرق في سوريا نظرا لذلك تم تحويل عدد من الطرق المحلية في سوريا إلى طرق مركزية الاهتمام الحكومي بمحافظة حماة سيبقى مستمرا خاصة بعد جولة الوفد الحكومية والتي ساهمت في الاطلاع بدقة على واقع الحال ليصدر الكثير من الإجراءات التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمحافظة التي صمدت بوجه الإرهاب طول سنوات الأزمة بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم وصفير إيران بدمشق جواد تركبادي أفق تعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية الوزير غانم أكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والاستخراجية بما ينعكس إيجابا على مصلحة الجانبين من جهته بيّن السفير الإيراني أن الشركات الإيرانية مؤهلات والخبرات الفنية القادرة على تنفيذ المشاريع في المجالات النفطية مؤكدا استمرار بلاده في تقديم كل أنواع الدعم لسوريا سماحة مفتي الجمهورية شيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون يؤكد على هامش زيارته إلى الشيشان وتترستان على أن مواجهة كل من روسيا وسوريا للإرهاب هدفها الأساسي والدفاع عن الإنسانية كلها من إرهاب ليس في قاموسه سوى تكفير الناس وإراقة دمائهم الطاهرة الزكية رسالتنا لكل الأجهال القادمة أن يصنعوا السلام وأفشهوا في قلوبكم وبين الناس وأن مسؤولية علماء الأمة أمام من أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم تكمنوا في نشر المحبة والإخاء وبث الحب والرحمة ليس فقط بين أبناء الأمة إنما لبني الإنسانية جمعاء هذا ما أكده صاحب السماحة المفت العام للجمهورية العربية السورية شيخ الدكتور أحمد بدردين حسون في مسجد تترستان الكبير بحضور عدد كبير من المفتين وأصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء من أنحاء روسيا على همش زيارته إلى كل من الشيشان وتترستان ومشاركته بأعمال قمة مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي أهنئكم بالمساجد العامرة وبالقلوب المستنيرة وبالعمائم الطيبة وبأصحاب السماحة والعلماء وهم يبشرونني هنا فتحنا معهدا شرعيا وهنا معهدا شرعيا وفي الشيشان معهدا شرعيا وفي موسكو معهدا شرعيا أنشروا هذا الحب بين الناس وقولوا للناس جميعا نحن نقول الحمد لله رب العالمين لأن نبينا أرسله الله رحمة للعالمين كما قم سمحته أعضاء مؤتمر روسيا والعالم الإسلامي بزيارة لمقبرة الشهداء وضريح الشيخ الرئيس أحمد قديروف رحمه الله في مدينة كروزني وبحضور أعمامي وعدد من عائلة الرئيس الحالي رمضان أحمد قديروف اللهم أحفظ ولاد المسلمين جميعا اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أبعد الفتن عنهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم فك أسراهم اللهم اشفي مرضاهم ومرضى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين وتوجه سمحت المفتي زيارته إلى تترستان بالمشاركة في افتتاح الأكاديمية الإسلامية في مدينة بولغار تترستان بحضور رئيس الجمهورية وعدد من مفتي روسيا أنا وكي العلمة فالعلمة حارفتها بعضنا من المسلمين مع أننا أول أمة قالت العلمة ساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل الأسر السوريون والفلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام لليوم السادس والثلاثين عن التوري ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سنطلع البطاريس التي تستطيعين لها. لن تتعين. لن تتعين. الأسرى السوريون والفلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام لليوم السادس والثلاثين على التوالي القوات العراقية تستعد السيطرة على عشر قرى في محافظة نينة وغرب الموسل وتكبد تنظيم داعش الأرهابي خسائر كبيرة بالأفراد رعاة الأرهاب ومصدروه يجتمعون في عاصمة الأرهاب وتطرف الرياض لبحث التصدي لما أنتجته أيديهم الملطخة بالدماء تضامنا مع أسير كلمة الحق المناضل صدق المقت ورفض الحكم الجائر بحقه وللتأكيد على وحدة مصير الشعبين الفلسطيني والسوري زار الجولان السوري المحتل وفد من هيئة العمل الوطني في القدس شملت العديد من الشخصيات والقيادات الوطنية مراسل الإخبارية عماد المرع والتفاصيل زار الجولان المحتل وفد من هيئة العمل الوطني في القدس شملت العديد من الشخصيات والقيادات الوطنية للتضامن مع أسير كلمة الحق المناضل صدق المقت ورفض الحكم الجائر بحقه للتأكيد على وحدة مصير الشعبين الفلسطيني والسوري ليس غريبا على هذا الاحتلال أنه يحكم على مثل الأخ والرفيق صدقي بهذه الأحكام الشانعة التي لا يقبلها أي إنسان في العالم كله نحن نقول نازيون الجدد تكمن في إسرائيل في قتل وخطف واستشهاد الشهيد محمد أبو خضير وهو حي رسائل متعددة أكد عليها الوفد المشارك أهمها وقوفه إلى جانب مشروع التحرر لأبناء الجولان المحتل والذي تجسد من خلال تمسكهم بهويتهم العربية السورية ودعم سوريا حتى انتصارها على الإرهاب المدعوم من الكيان الصهيوني زياراتنا للجولان العربي السوري المحتل وتحديدا في بيت البطل صدق المقت ليس فقط للانتصار لحرية وبطولة رفيقنا البطل صدقي إنما لتجديد إعلان موقفنا من العدوان الغاشم على سوريا ما تتعرض له سوريا اليوم من هجم استعمارية الهدف منها تصفية الوجود القومي في سوريا هدفها النهائي هو تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني تستمر الوفود المتضامنة بالتعبير عن اعتزازها بالقائد المناظر صدق المقت حيث أشادت الكلمات بمسيرته النظالية داخل سجون الاحتلال واستمراره بعد تحرره بطريق المقاومة والدفاع عن تراب سوريا وذلك من خلال فضحه دعم الإرهاب من قبل الكيان الصهيوني يؤكد أبناء القدس المحتلة أن المناظر صدق المقت قضية بحجم وطن والتضامن معها واجب وطني ويطالبون بالعمل على إطلاق صراحه بكل السبل للإخبارية السورية عماد المرعي الجولان السوري المحتل إلى ذلك يواصل الأسرة السوريون والفلسطينيون إضرابه المفتوحة عن الطعام لليوم السادس وثلاثين على التوالي حيث قشهدت جميع المدن الفلسطينية إضرابا شاملا تضامنا مع الأسرة يواصل الأسرة السوريون والفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم المفتوحة عن الطعام ضمن معركة الحرية والكرامة لليوم الخامس والثلاثين على التوالي اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شهون الأسرة والمحرارين ونادي الأسيرة أكدت أن الأسرة مصررون على استكمال إضراب الحرية والكرامة والتمسك بالأهداف التي تم وضعها حتى تحقيقها كاملة إلى ذلك تتواصل الفعليات المساندة للأسرة في جميع المناطق والمدن الفلسطينية حيث دعت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلى تكثيف الجهود والعمل نصرة لمعركة الحرية والكرامة ففي السياق طالب رئيس هيئة شهون الأسرة والمحرارين الفلسطينيين عيسى قراقع إدارة مصلحة السجون الاحتلال بوقف جريمة التعقيم المتعمد وإغفاء الحقائق تجاه ما يجري بحق الأسرة المضربين عن الطعام وحمل قراقع العدو الصيوني المسؤولي عن إغفاء الحقائق واستمرار جريماته بحق المضربين وفرضه الحصار على زيارتهم وإطارة الإشاعات وممارسة الخداع وسليب البطش تجاههم تطورات تأتي فيما طالبت الفعاليات الوطنية في رام الله الشعب الفلسطيني اعتبار زيارة ترامب لفلسطين يوم غضب شعبي عارم ويوما للمسيرات الشعبية المؤكدة على تمسك الشعب بحقوقه المشروع في العودة وتقرير المصير بإقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدسة وأكدت رفضها للموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال رافضة الضغوط للعودة للمفاوضات برعاية أمريكية وقفة نظمها إعلاميون جزائريون لتضامن مع الأسر الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال مرسل الإخبارية من برحلة والتفاصيل في لفتة إنسانية وصرخة في وجه صمت العالمي إزاء معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني نظم إعلاميون جزائريون وقفة تضامنية مع الأسر الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وقفة تنشد الحكومة الحرة في العالم والهيئات الدولية لكسر الصمت وعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث انتهاكات الصهاين الجسيمة بحق الأسرة القضية الفلسطينية لا يجب أبدا أن تغيب لأنها إن غيبت سيغيب العالم العربي كله من الخارطة في هذا العصر الذي يراد له أن لا يكون عصرا عربيا بل أن يكون عصرا صهيونيا بامتياز مدام الآن أصبح الإعلام هو الذي يؤثر في السياسات ويتأثر كذلك بالسياسات وهذا ما نراه في الإعلام العربي أن القضية مغيبة تماما من الإعلام العربي القضية الفلسطينية كانت ولا تزال أم القضايا أريد لها بفعل فاعل أن تتقهقر إلا أن الإعلاميين الجزائريين عكسوا وجسدوا موقف الشعب والحكومة الداعمة للقضية الوطنية الفلسطينية أتألم لما يحدث بسوريا لأن سوريا كانت أحد الأجنحة الأساسية والأماكن الأساسية دفاعا عن فلسطين وقضاياها ودفاعا عن قضايا الأمة إذن هنا دور الصحفيين أن نستطيع أن نخرج من حالة الإديولوجيا ومن حالة الاستقطاب ومن حالة التمويل ومن حالة سني وشيعي ومن حالة يميني ويساري وإخوان هذا الكلام كله سيضعفنا ويضعف قضايا الأمة برمتها مواقف الجزائر بطبقتها السياسية والرأي العامة تبقى ثابتة في دعمها للقضايا العادلة ومواجهة سياسات الغرب وقوى الاستكبار العالمية التي ليس لها هدف سوى تقسيم الوطن العربي وتفتيته وإشاعة الفوضى في ربوعه رسالة للسياسيين الفلسطينيين الذين يجب أن يقومون بتوحيد موقفهم وإعادة منظمة التحرير الفلسطينية قوية ومن يخرج على وحد الشعب الفلسطيني فيجب أن نندد به جميعا والنصر لمحالة وقفة صحفيين الجزائريين التضامنية مع الأسر الفلسطينيين اليوم تؤكد ضرورة إعادة جدولة سلم الاهتمام العالمي في القضايا المصرية للأمة سيما في هذا الوقت الذي ضاعت فيه بوصلة الكثير من المنابر العالمية أمين برحلة الإخبارية السورية الجزائر استبقى رئيس وزراء كيان الاحتلال البني من نتنياهو زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القدس المحتلة بالإعلان بأن القدس ستبقى عاصمة أبدية لليهود حسب الدعائه وقال نتنياهو أمام الآلاف في احتفالات ما يسمى يوم القدس الموافق لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية الليلة أقول لعالم بأكمله وبأوضح طريقة ممكنة بأن القدس كانت وستبقى دائما عاصمة إسرائيل وأضاف أن ما أسمه جبل الهيكل أي الحرم القدسي والحائط الغربي أي حائط البراق سيبقى ياني دائما تحت السيادة الإسرائيلية وكل ذلك حسب زعمه القوات العراقية تستعيد السيطرة على عشر قرى في محافظة نينوى غرب مدينة الموصل بعد تكبيدها تنظيم داعش الإرهابي خسيرة كبيرة بالأفراد والعتاد منهم عشرون إرهابيا في صد عملية تسلل قرب الجسر القديم بالمدينة القوات العراقية المشتركة تواصل ملاحقة في لول إرهابي تنظيم داعش التكويري غرب مدينة الموصل وتستعيد عشر قرى ومجمع سكني وهو مجمعة البنات السكني وقرى عين فتح الجنوبي وعين غزال الأولى وعين غزال الثانية وباشوك وخيلو وتلخان العامر ووفقا لبيان لقوات الحجد الشعبي فقد سيطرت القوات العراقية أيضا على أربع قرى في القيروان غرب الموصل وهي سادة زوبع والمسبس والنيلية وثرة الأويسط تطور ميداني يأتي بعد تحرير الجيش العراقي حيية الاقتصاديين وسبعة عشر تموز في معارك أدت إلى مقتل العشرات من عصابات التنظيم التكفيري وتفكيك سبع من سياراته المصفحة والمفخخة وقرب الجسر القديم في الموصل قتل عشرون إرهابيا بينهم متزعمون من جنسيات عربية وأجنبية عندما حاولوا تسلل إلى إحدى نقاط تمركز القوات الأمنية في ملاثة البقية بالفرار عملية تحرير الموصل حسب مصادر عسكرية لن تطول كثيرا بسبب الهزيمة الكبيرة التي منيت بها عصابات داعش الإجرامية وقطع أغلب إمداداتها لتتم فيما بعد مناقشة الخطة الخاصة بإغاثة النازحين وفتح ممرات آمنة للعوائل النازحة اجتمع رعاة ومصدر وممولو الإرهاب على مستوى العالم في عاصمة الإرهاب وتطرف الرياض وذلك لبحث التصدي لما أنتجته أيديهم الملطخة بدماء شعوب المنطقة طوال سنوات ماضية وترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة استعراضية شاركت فيها بعض الأنظمة العربية والإسلامية المرتهنة لسيدها الأمريكي حيث تسابق في التنظير حول سبل التصدي للإرهاب الذي لا يحتاج القضاء عليه سوى توقفهم عن دعمه وتصديره والمتاجرة به وعن استخدامه كأداة سياسية ضد الدول المستقلة الطابع المميز لزيارة الرئيس الأمريكي للسعودية هو المزيد من فتح النظام السعودي خزين أمواله على مصرعها أمام ترامب ووعود بمزيد من التنازلات وصفقات خيالية وقمم هدفها دعم الكيان الصيوني وتجاهل محاربة الأرهاب زينب مخلوفا تتم العناية بالولائم والصفوف فيما توضع الذمم والضمائر على الرفوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيف الرياض في أول زيارة خارجية له النظام السعودي فتح خزائن أمواله على مصرعيها أمام ترامب بعد أن استقبلوه وهم يقدمون له فروض النفط والدولار إرضاء لغروره وعلى خطى سابقه من رؤساء أمريكا أتى ترامب ليعزز هذه القاعدة ويعقد صفقات بعشرات المليارات من الدولارات مع النظام السعودي لتصل عقود التسليح وحدها بين الطرفين إلى 110 مليارات وبطبيعة الحال ليس المقصود من التسليح استعدادا لتحرير فلسطين وإنما لقتل أطفال سوريا واليمن والعراق ومع تواتر المعلومات عن توقيع عقود تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة حسب وزير الطاقة لدى النظام السعودي فمن المتوقع أن يتم التوقيع على صفقات أخرى بمليارات الدولارات بين شركة النفط أرامكو السعودية وشركات أمريكية النظام السعودي أعد لنفسه جملة من التنازلات الجديدة وعلى رأسها فتح فصول جديدة من التطبيع بين الكيان الصهيوني والأنظمة التي تدور في فلك النظام السعودي وتهدف بمجملها إلى تصفية القضية الفلسطينية والإنجراف وراء مشاريع ترامب الذي هدد بنقل سفارة بلاده إلى القدس المراد من الحدث إذن هو جعل ترامب راعيا لبعض الأعراب من بوابة نظام الرياضة الذي تكشف سياساته بعده عن قضايا الأمة واستعداده الكامل لتوقيع عقود الإذعان مع واشنطن وتل أبيب التي تتحكم بأموال الخليج ومقدراته إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرض ففي أي مقدرة يجفلون ومن سوف يبكي عليه اعتقلت السلطات الصينية عشرة الجواسيس للاستخبارات الأمريكية مدمرة أنشطة CIA في العاصمة بكين التفاصيل في التقرير التالي تحركات خفية وكبيرة بأساليب وأياد مختلفة تمارسها واشنطن تجاه دول كثيرة في العالم لعل أبرزها الصين القطب الاقتصادي والعسكري الصاعد الصين تعي هذا الأمر تماما وتتصدى له بكل إمكانياتها حيث تعرضت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA لواحدة من أسوأ انتكاساتها منذ عقود حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وبحسب الصحيفة فأن بكين تصدت للوكالة الأمريكية باستهداف جهودها منذ عام 2010 وذلك بالقتل أو السجن لحوالي عشرين مصدرا سريا لمعلوماتها الضربة تكمن في أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية يجهلون ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تعرضت لخيانة من داخل CIA أم أن بكين تمكنت من اختراق نظام سريا تستخدمه واشنطن للاتصال بمصادرها السرية للمعلومات المصادر أوضحت أن تدفق المعلومات الاستخباراتية من الصين إلى الولايات المتحدة تقلص بشكل ملحوظ حين أدرك كبار الضباط في CIA أن هناك مشكلة في الشبكة الصينية وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية تحقيقا مشتركا بغيط الوصول إلى أسباب اكتشاف شبكة تجاسس الأمريكية في الصين خبراء مكافحة تجاسس بدأوا بتحليل كل العمليات السرية الأمريكية في بكين غير أن التحقيق لم يصفر عن نتائج مرضية حتى الآن ضعفة إلى أن المحققين ظلوا منقسمين بشأن أسباب ما حدث حضت اليونان دائنها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها بعدما أوفت أثناء بالتزاماتها عبر إقرار تدابير تقشف جديدة اليونان بعد خلافات كبيرة مع الاتحاد ها هي أثناء تحض دائنها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها بعدما أوفت أثناء بالتزاماتها الالتزامات اليونانية جاءت عبر إقرار تدابير تقشف جديدة بعدما شهدت تظاهرات كبيرة في البلاد الجهات الدائنة كانت طالبة اليونان بتدابير التقشف للإفراج عن شريحة مالية تبلغ سبعة مليارات يورو من القروض الدولية التي ستستخدم خصوصا لتزديد أربعة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي ومليارين لشركات استثمار خاصة وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير المالية اليوناني أوكليد ساكلوتس قوله إن البلاد أوفت بالتزاماتها الكاملة من خلال اعتماد تدابير جديدة في البرلمان اليونانية وفي الوقت المحدد ساكلوتس أشار أنه لم يعد ثمة أعذار للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمماطلة حول مساءلة تخفيف الدين مؤكدا أن القرارات باتت في أيدي المؤسسات وتعتمد على برنامج التيسير الكمي والهودة إلى السوق الإلزامية أكدت كوريا الديمقراطية أنها أجرت تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ بلستين متوسط المدى مشيرة إلى أن الصاروخ بات جاهزا لاستخدامه في عمليات عسكرية كما أفادت بذلك وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الرسمية وقالت الوكالة بأن الزعيم كيم جونغون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية ووافق على نشر منظومة السلاح هذا فيما أعلن بصدر في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيلتأم الثلاثة لمناقشة تجارب نووية التي تقوم بها بيونغ ياك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يطالب الرئيس الأمريكي بعد يديه القذرتين عن فنزويلا وذلك بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على قضاة في محكمة فنزويلا العليا بزعم تعزيز الديمقراطية في هذا البلد يامن ديبا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الفنزويلي طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبعاد يديه القذرتين عن بلاده مادورو طالب ترامب بالكف عن التدخل والخروج من فنزويلا مؤكدا في تصريحاته هذه ما جاء في البيان الصادر عن حكومة بلاده التي تهمت الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية ومواصلة مساعيها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وكانت الحكومة الفنزويلي أعربت في وقت سابق عن أسفها لتبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة ونهج سلفيه السابقين باراك أوباما وجورج بوش العدائي توجه فنزويلا مضيفة أن عدوان ترامب على الشعب الفنزويلي والحكومة تجاوز كل الحدود واشنطن تحاول زعزعة الاستقرار في فنزويلا بالاعتماد على المعارضة وحثها على الانقلاب على حكم الرئيس الشرعي مادورو وهي تستخدم في سبيل ذلك شتى الوسائل بما فيها العنف والفوضى والسبب واضح للجميع وهو أن فنزويلا دولة حرة مستقلة في قرارها ولا تخضع لواشنطن إضافة إلى أن مادورو يسير على نهج الرئيس الراحل إيغو تشافيز الذي قضى متجع الولايات المتحدة طويلا تذكيرنا بعنوين ساعاتنا الإخبار همس مدينة خالية من الإرهاب مع خروج الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعان الجيش ينفذ عمليات مركزة ضد الإرهابيين في حما ودير الزور جيش النظام التركي يحاول ثقناته إلى مراكز لتدريب الإرهابيين القوات العراقية تستعد السيطرة على عشر قرى قرب الموصل وتكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة وكان في ساعات أيضا رعاة الإرهابي ومصدروه يجتمعون في عاصمة الإرهابي والتطرف الرياض لبحث التصدي لما أنتجته أيديهم الملطخة بالدماء إلى اللقاء اشتركوا في القناة